السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حباب في فيديو جديد. النهاردة الفيديو كده خفيف وسهل وسريع. هيبقى في فكرتين. الفكرة الاولى هنشوف ازاي ان احنا نركب كفر الانتريل بنشتري اولاين. في ناس كتيرة عندهم بتاعفش تركبه وركنه. اه وهنشوف طريقة سهلة جدا. ونسبته ازاي. بحيس حتى الاولادنا هتنضطوا عليهم ما ما يتحركش من مكانه. مبدئيا كده شكل الكفر. اه بيكون قستك كده عبارة عن قستك وهو حاجة على بعضها كده. فالقستك كده هاخد جزء من ورا وجزء تاني قدام. وبكون في خط في النص. الخط ده هخليه على الكنبة من فوق. هكينه كده ده الحرف بتاع الكنبة من فوق. واخد الاستك كده الاول اوامي سبتها تحت فرجل الكنبة. بعد كده الحرف اللي فوقه كده على الكنبة ده بخليه متوسطا كده. يعني خليه تحد قصدي كده. اشوف المسافة اللي هناك. ادي المسافة اللي معايا. كده انا ثبت كده تحت كرسي الانترية. تمام? اه بعد كده بصوا الحرف بقى ده مش بخليه فوق. نزليه بقى تحت. بصها نزلت كله تحت. عند الشلطة كده. تحت الشلطة وهدككها. هياخد كده بقى من قدام. ازبط من قدام الاول. كله يعني واضح زي ما انتم واضح معاكم في الصورة كده. بشوف كده الاول من قدام. اقوم واخده. القستك طبعا مسبتينه في الرجل من تحت. وبقوم حطها تحت الشلطة بحيس بتخليها مقسومة كده. اكين انت مركبة الشلطة لوحدها. والكنبة لوحدها. كده تمام? وكل الزيادات كده باخدها في الركن ده. الركن ده بقى ابدأ كده ازن كل حاجة موجودة زيادة احطها فيها. يبقى مبدئيا كده احنا ما بنخليش اه الحرف فوق لها بتنزليه. وهتشوفيه ازا ان هو رامي معاك كمان وراء. بصوا بقى الفكرة الجميلة اللي هسبتلك معاكي بتجيب اي اسفنج موجود عندك او ممكن عصايا يعني. وتقومي زنقها جوة. بصي خدت الحاجة الجوة ازاي مهما حركتي فيها. اتنططي ما فيش اي مشكلة. تحطي واحدة في الزاوية هنا وفي الزاوية دي وتحت الشلطة. اه الحاجات دي اللي هي اسفنج ده بيثبتها جدا جدا جدا. بص كده كل الزيادات دي كلها تحت الشلطة. هرفع كده الشلطة واوريكو دلوقتي. اه بص الزيادة دي كله كده من تحت. لو حطتي بقى هنا سفنج او عصايا هتخلىها مجدودة وما تتحركش معاكي. تمام? ومن ورا كمان هوريك ازاي ان هو رامي معايا الورا. لان ده كمان مقاس كبير. ردي بتشوف المقاس اللي انت عايزاه. هبصوا. رامي كاسي من ورا ومن قدام. وحاجة فل الفل. واحسن حاجة ان هي خفيفة وعملية. مش حاجة تقيلة وبالوة كده بتبقى سهلة في الغسيل وسهلة في التركيب. اهو كده ركبنا الكرسي والكنبة بقى شكلها مظبوط ومية مية وما فيش اسهل من كده. وبعد كده بقى المخدات او اللي هي المخدات الرفيعة دي. هحط دي بتاعتها وممكن كمان تخلىها تفصل لك واحدة زي كده. لو انت حابة تطلبي اه حاجة زيادة بتتفصل لك عادي جدا. لو في مسلا مخدات زيادة او خدديات كده رفيعة بتفصل لك برضو عليها. حابة هي ده منقوش زي ما انت عايزة. بص دي كده شكل الكنبة بعد ما آآ ركبناها. بص بقى في الفك. نيك بقى مفك يا جماعة بص سهلة خالص بتشد كده تفكي. يعني آآ بصراحة جميلة وعجباني قوي ان هي مش آآ يعني انا عندي كوفر اللي بشوفو عندي فوق في الانتريه. آآ بحس انه بلوة. يعني اصلا في غسيله وتقيل جدا. لكن استخف الحاجة وتعها الوان فتحة جميلة. بصوا ده كده عندي فوق برضو. جربتها عندي على الكنبة بتاعتي دي الكنبة الوسط مع انه حجمه كبير يعني ده الحجم الجنبو. وبرضو كاسيه من وراء والشلتتين كده برضو حطاهم من تحت. آآ حاجة تمام التمام يعني. هوركوا برضو اشكال تانية. على كنب تاني. ده جروب على الفيس يا جماعة اسمه كفرات اندراهات. آآ ليس احبته هنا ده بنت زوء جدا جدا. انت تشوفوا التعامل والرد على الناس. ولا انا عملتها من غير ما تعرفني اصلا خالص. كنت بدور عشان عايزة كفر للكراسة الصفرة وكمان كفر للاندراهة. فاعجبني جدا جدا الحاجة السعر كمان على قد الايد. يعني اسعارها مش واه. آآ وكمان آآ التعامل لقيت الناس كلها عملة تشكر فيه الكومنتات. انت هتشوفه. يعني انت عايزة كفر آآ اندراهة كفر صالون آآ كفر للركنيات آآ كفر الكراسة الصفرة. اي حاجة انت عايزها وطبعا سادة منقوش. اه. فيه برضو قماش متنوع. يعني ده فيه لكرة وفيه كمان كوروشي. وفيه كمان اطيفة. يعني اطيفة وكوروشي ولكرة. آآ بتختار النقل اللي انت عايزها. وبتحددي برضو المقاس. آآ او بتقول لها واي حاجة انت عايزها معاك. يعني الله كما في الادب والاخلاق بصراحة. وكمان فيه شحن اولاين للمحافظات. يعني تختار الحاجة اللي انت عايزها وتقول لها المقاس وتشوف انت عايز حاجة كبيرة او صغيرة اه هو مقاس الانتري العادي بربعمائة وخمسين والجنبه بيفرق ربعمائة وتمانين انتو هتشوفوا الصفحة وتشوفوا كل حاجة وكان رئيس الصفرة الواحد بخمسة وعشرين جنيه وخمته والله يا جماعة انا ما بش بشكر في حاجة انتو عارفيني دايما الخامة بتاعته كويسة مش اللي هي خفيفة اوي وممكن تتقطع منك او بتشفي الحاجة اللي تحتها لا بوستو انا مسكها دلوقتي بتاع الكورسي الانتري خمته مليانة معين له خمسة وعشرين جنيه في ناس ممكن تقول ده هتلاقيه رخيصه مش حالو لا خمته على الفكرة مليانة ومش خفيفة بصوا التركيب سهل جدا طبعا لاي كارس صفرة منها بتغيري شكل الصفرة عندك وسعره كويس يعني لو الصفرة بتاعتك ست كراسي هتتكلف مية وخمسين جنيه فمش حاجة لكن غيرتها وكمان رحمتني من التلميع الخشب انتو بهميني ولو الصفرة عندك بقى تمن كراسي هتتكلف ميتين جنيه انا عندي صفرت كبيرة تمن كراسي اه فجبتهم بميتين جنيه الالوان بقى اللي انت عايزاها بصوا دي كده الصفرة عندي غيرت الشكل تماما انا فكت طبعا الحاجات اللي فوق حديدة عندي كده كانت مغلبانة برضو في التنضيف فاشلتها وبتاخد شكل الكورسي بتاعك يا بتاخد شكل الجسم معين يعني الكراسي عندي على فكرة ضخمة كبيرة اه ففي الالوان دي انا اخترت اللونين وفي لون ده كمان جيز زيادة يعني بص على حسب انا حطلك برضو الالوان دلوقتي وانت بتختاري الالوان اللي انت حابها حابة تشكلي لونين او كل لون واحد او كل كورسي لون زي ما انت عايزة زي ما لتكو رحمني من تلميع شوية وتي انشاء له يتغسل وبتركب بكل سهولة اه هسيب لكو بقى الصفحة تحت يا جماعة او هسيب لكو رابط جروب في صندوق الوصف واول تعليم مثبت اه اي حد عايز حاجة ما يترددتش الحاجة جميلة جدا عن تجربة ومعاملتها زوء جدا وهتوصلك لاي مكان ولو في اي سؤال اكتبولي تحت في الكومنتيات وان شاء الله هرد عليك لو عجبك الفيديو واستفدت منه لايك وشير وسبس كراب لو انا مرة تشوف القناة ويكمنت حلو منك بحبكم في الله واشوفكم من اخر فيديو جديد وسلام عليكم